السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيب قلبي يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال بحبكم 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 ربنا يستركم ويخليكم لي دلوقتي انا بعمل ايه دلوقتي انا معايا معلقة سكر ومعلقة خميرة دوبتم زمانتو شايفين كده في كباية ميا معايا ربع معلقة ملح معايا 3 كباية دقيق اللهم اصلي عليك انا ومعايا 3 معالق زيت زتون ينفع زيت عادي ان فيش اي مشاكل زي ما انتو شايفين كده كده حطيت ربع معلقة الملح ومع الزيت وقلبت ديه ونزلت بقى بالمية والخميرة على طول كده النهاردة كان لازم كان لازم كان لازم اعجن محدش قال لي اعجيني بس انا كان لازم اعجن لان اعايز اقول لكم الواحد متدايق من امبارح فطبعا انا لما بكون بعجن لما بكون متدايقة او متنكدة او كده لازم ان انا اجيب وعد اعجن في بيتي او في الشغلة او يعني لازم اعجن افضل عجن كده عشان الطاقة السلبية اللي جواية تطلع لان انت بتتغلي بتطلع غلك وغلبك في اي حاجة فده افضل حاجة يعني وزا ما انتو شايفين حبيب قلبي كده انا بعجن العجنة بتحتي وانا كمان بقال كتير من ساعة رمضان ما عجنتش معاكم وانتو عارفين طبعا ان انا هويتي العجن اللي امتبعني في القناة يا جماعة بقالي سنة ونص يعرف ان انا بقى بعشق حاجة اسمها العجن العجن كده وخلاص عايزة مية وديق وملح وعجن بقى اي حاجة عجنة عيش فطير قرص بسكوت كحك اي حاجة تلقوني عمالة عجن تمام طيب ايه العجنة ديت العجنة ديت انا هعمل ايه رغيف بقى ايه رغيف كده ما حصلش متعرفلوش بقى هو فطير هو ايه ايه بس هو حاجة كده جميلة هعمل ايه هعمل ايه ايه رغيف هيش كده رولة هيش كده جميل بالبقدونس والتوم والزعتر هعمل واحد بالتوم وعمل واحد بالزعتر عايزة اقول لكم بقى مش قادرة اقول لكم يعني تسيبوا كل حاجة وتاكلوا العجنة طريقة التخمير بتاعتي زم انتو شايفينها كده مية سخنة بايريكس وحط عليها عشان تباني الخائل معايا ايدي الوقتي معايا اللهم اصلي عليك يا نبي معايا آآ راس توم راس توم دي انا شاوياها مش شوية حطتها فرقت فويل شوية زيت عليها وتشاوت فرفورن عازين التوم بيوريل كده مهروس معايا تلات اربع مكعبات زبدة معايا تلات اربع مكعبات جبنة كيري ومعايا آآ معلقتين تلاتة جبنة بيضة عادية اي جبنة براميلي آآ فيتا اي جبنة بيضة اي جبنة بتحبوها اريش اي حاجة تمام معايا كمان آآ معايا كمان آآ معايا رشة فلفل اسود هنا ما نحطش ملحه خالص معايا رشة فلفل اسود طيب انا عملت هعمل واحدة بالزعتر واحدة بعدان البقدونس ايه دان البقدونس دي الخضرة دي دي سقان البقدونس مع الطعار فيع قوي 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 وحطت جزء من الجبنة والحشو اللي انا هرستها دي هعمل واحدة بالبقدونس واحدة بالزعتر زعتر جاف اللي هو بقول عليه الزعتر الحلبي الجميل ده اللي عليه سمسم وعليه دقة والكلام الدقة قصدي طيب انا اسمت العجينة بتاعتي الجميلة بعد ما خمرت على اتنين آآ تمام لقيت وانا بفرد العجينة العجينة رخمة معايا ما بتتفردش بسهولة رحت الخضار السوتي بتاعي كتنا ايه آآ الخضار ده كتنا نقعه في مية بتلج كت يا دبخ خدته غلوة كده ونقعته في مية بتلج عشان يفضل لونه جميل كده ريحوا نفسكم وحطوا تلج في مية وطلع الخضار وهو سخن حطوه عشان ايه الخضار بتاعكم ما يتهريش ويبقى لونه اخضر وجميل كده تمام آآ فانا قلت يا سيب العجينة ترتاح واروح اعمل القصة دي رجعت العجينة بتاعتي الجميلة ارتاح في ثواني متاخدش ثواني يعني فردتها زمانتو شايفين كده وخدت دي بقى ايه بتاعتي البقدونس اعتقد كده وانا بما شاف اولاد نظر ضعيف اه زمانتو شايفين كده عملتها رول يا سلام اه وحطت صاح كمان معلقتين كريمة طاهي في الخلطة دي معلقتين كريمة طاهي كريمة حلويات كريمة طاهي اللي اتنين مفهمش اه اللي اتنين يا حباب قلبي مفهمش السكر زمانتو عارفين كده وطبعا اه جاي بقى الساج بتاعي اهو دهنها شوية زيت تمام وحطة الكحكة او الفطيرة الحلوة بتاعت دي واعمل بقى الجزء التاني عاز اقولوك جماعة لما تكونوا متضايقين او اه تعبانين نفسين او كده عليكم العجين كده اهو بالزعتر تمام اه نوفر بقى ولا جبنا سايحة ولا جبنا نايحة ولا الجودة الجودة والشدر والقصة دي كلها الكيلو النور ده بقى ميتين جنيه نريح طيب الكريمة الطاهي كانت عندي وجبنا البيضة عندنا على طول والزبدة كده كده بنتبخ بيها جبناش حاجة منبرة يعني وثلاث كبيات دقيق ولا ده كلام فاضي اهو ايه رأيكم في الجمال والدلال ده جمال ودلال يا احلى من كده مفيش وكمان شوية كريمة كده وهن ايه هنديها بقى رشة جريئة كده من رشة جريئة وهنسيب عجينتنا القمرة دي تخمر طيب وخمرت وسته وطيالة وشافين الجمال يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد شافين الحلوة طيب فيه بقى مقطع للأسف للألم اتحزف للأسف للألم هقول لكم الفرق اللحمة دي لحمة بتيلو اللي هي بتستوي في ثانية تمام اللحمة دي بسوس الترياكي طيب ايه الترياكي الترياكي ان انا كنت جبت قبل ما نص كيلو لحمة شرايح كده جبت شوية زيت فصمتهم هرستهم شوية زنجبيل بودرة او فرش شوية زيت معلقة خل معلقة عسل نحل ثلاث اربع معلق من السويا سوس فلفل اسود تمام الخلطة دي كلها قلبتها كده وسبت اللحمة بتاعت الحلوة دي تتبل فيها وركنتها شوية ايه تتشرب منها يعني في الطلاجة وبعد كده جبت الوق بتاعي سخنته تسخينة جامدة كده وروحت حاتيت معلقة زيت في حبايب قلبي بعد كده ايه حبايب قلبي نزلت بلحمة جميلة كده صفتها من السائل عشان ايه ما تنزلش مية في الوق عزها طرية وامرة كده وروحت نزل عليها وكمان فصين تم كده من عندي غير ان ايه اصلا فيها تم هاروس فصين تم كده من عندي يدوها ايه وهي بتاخد الصدمة كده تاخد برضو من التوم ايه تبقى حلوة كده الاكل الاسوا بيحب التوم والزنجبيل والكلام ده وكمان قرنفلفل كده راميته كده فيها عشان ايه يعني يبقى حرقة شوية وحلوة كده طيب طلعنا اللحمة الحلوة بتاعتنا عايز اقول لكم كسة التدبيلة انا زي ما بقول لكم مساحت المقطع ليه بقى مساحته هقول لكم مساحته ليه مش قز يعني اه طبعا دي معلقة نيشة في شوية مية عادية خالص اه بس وحط شوية سياسوس وما تحطوش ملحة خالص الا لما تتأكدوا ان انتو اه ايه الله ما صلي عليك سيدنا النبي لما تتأكدوا ان هي الملحة نقصها ملح عشان اقول لكم السيا دي فزاعة جدا طبعا انا دقتها بمعلقة يعني مش نفس المعلقة اللي بقلب بيها تمام وزا ما انتو شايفين كده اه اه ايه رأيكم بقى في الجمال والدلال والحلوة دي ايوا الصلاة دي عايز اقول لكم الصلاة دي عبارة عن اه اللهم اصلي عليك يا نبي طبعا انا كنت حتى شوية رز كده بحس ان انا اقول لكم يعني ان الروز ده يتاكل مع اللحمة دي الخضار بتاعنا عشان يبقى باللون الطبيعي الجميل ده زي ما بقول دقتين تلاتة في المية اللي بتغلي ونطلعه نحط في مية بتلج طيب دي سلطة تحتيها كابوتشي حمص اه دورة حلوة فلفل الوان خيار اه فصولية حمراء الدريسنج بتاعها هيبقى ايه عبارة عن ايه عبارة عن لمون وزيت زاتون ولمون وزيت زاتون ومستاردة وفلفل وملح تمام اللحمة بتاعتنا الجميلة اللي ما اخدش سواني اه والخضار بقى يعني مش قادرة اقول لكم يعني لوحة فنية يا جماعة يارب يكون اكلي او شكل اكلي عجبكم او يارب تكون وانت بتدخل القناة عندي كده متفقلين ومبسوطين وحسين ان القناة متقبلينها اه بشكركم جدا 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 على كل كلمة حلوة بتقول هالي يستركم يارب اللي بيستر الناس وبعدين كمان انا مش هحط الدريسنج دلوقتي الا بعد يعني ايه ساعة الاكل طيب عايز اقول اه ان الاكلة دي تنفع معها رز اللي هو الخضار والي بتاقي ينفع معها مكرونة مسلوقة بس يعني انا اه المهمة بقى هنخش في الايه في التفاصيل عايز اقول لكم بارح كان يوم زي الفل الحمد لله والشكر لله اللي حول علاقة الا بالله اللي حصل ان انا بعد ما عملت الفيديو زي ما بقول لحضراتكم عملت الفيديو ونزلته وعملت كل اللازم من الساعة تمانية الصبح انا مزبطة الفيديو على اساس على الحصر ونزله كل ما بص ساعة ولا بعد ساعة ولا ساعتان يقول لي جارة التحقيق fits millionيه فى حاجة اسمه يا جارة التحقيق اللي عنده قناة عارف ان انت ما بتزبطي الحاجات وبتعملي حاجات كده بيقولولك عليه في القناة لما يقول لي الجارة التحقيق يعني لسه الفيديو ايه بيشوفوه بيبصو عليه هل هو غلط هل هو في حاجة وحشة طبعا اه بيقولوا لعملي كذا وكذا 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 وقال لنا يعني في حاجات يعني في القناة ذات نفسها بتتزبط على أساس إيه خلاص آخر حاجة بقول لك جار التحقيق جار التحقيق بيشوفوا الفيديو في حاجة بتتكلمي في حاجة وحشة بتتكلمي في حاجة عيب بتاع يعني لما بتخلص جار التحقيق دي خلاص بيبقى الفيديو جاهز بتخشي القناة تنزلي عليه الإعلانات جار التحقيق عارفين من الساعة كام يا جماعة من الساعة تمانية الصبح للساعة أربعة أو خمسة الفجر على هذا الوضع دم اتحرق عامل الفيديو مزبطا يما انت جامن بالليل ومزبطا على أساس أنه هو لا يا رب يعني هو معمول كل حاجة من الصبح من ساعة تمانية الصبح تخيلوا أنتم من تمانية الصبح لحد كان بالليل يعني حرام يعني طب هو فيه إيه عشان كده طبعا أنا لما ملت فيديو ثلاث دقايق ونزلت واتكلمت فيه أنا مش عارفة أنا ست بسيطة على قدي مش عارفة أن أنا أكتب مش عارفة أن أنا أكتب على المنتدى مش عارفة اللي بيكتب لي تعليق مش عارفة كلمه غير أن أنا أكتر اللي هو مثلا بيقلي بيقلي دعوة بيقلي كلمة حلوة بيقول لي تسلم إيديكي بعمله بعمل لها قلب وعمل لها لايك يعني هو ده لنا بعمله ما فيش بق أحد طيب فيه ناس طبعا في القناة أهلا وسهلا بيكم نورتوني وشرفتوني وكترتوني ربنا يستركم ويجزيكم خير حبايب قلبي اللي دخلوا القناة الجداد أهلا وسهلا بيكم كتير منهم بيقولولي أنت بنشوفك في مطبخ وبنشوفك في بيت تاني إحنا مش فاهمين إحنا مشاركين جداد مش عارفين هو أنت إيه ولا في إيه ولا بتروحي فين إيه المطبخ الحلو وإيه المطبخ الحتة اللي أنت بتروحيها لكلها كراكب دي طب حبايب قلبي أنا ستة عاملة وبسيطة على قد حالي ده المكان اللي أنا فيه دلوقتي حاليا ده الشغل بتاعي أنا بشتغل أنا بعمل أكل وبنظف وعملة أنا عاملة يعني طيب بعتذر الناس من أهلي لما يشوفوني وبعتذر لبنتي أو قريبي أو معارفي اللي هم بيتضيقوا من كلمة عاملة طب أنا أقول إيه ستة هانم أقول ستة هانم ولا أنا أقول برنسيسة ولا أنا أقول إيه ستة بسيطة على قد أنا عاملة أقول لكم أنا شيف أقول لكم أنا دكتورة هقول لكم أنا إيه يعني الشغل عمره ما كان عيب يا جماعة أنا بشتغل طب أعمل إيه اروح اقول لحد الديني لله يعني وحد لو حد النهاردة دانيه الديني بكرة ربنا ما يحجن الحد ويفضل طول عمري كده باش أو باكل من عرق جبيني ده مش حاجة عيب ده حاجة تشرفني بس انا لما اجي اقول ان انا شيف انا مش شيف ما درستش يعني انا الحمد لله والشكر الله بقلي اكتر من حاجة وعشرين سنة بعمل اكل في البيوت والناس الحمد لله والشكر لله ربنا يا رب يدومها نعمة ويدوم ستر علي عمر ما حد كل الناس بتشكر في اكلي وبيقولولي ويمكن ده من نعم ربنا علي يعني ان الناس اقول لكم ايه يعني انا مش مش حاجة كبيرة يعني في الاكل وكده بس ان يعني الناس يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس في وفي لأمتي علشان يبقى في رزق ان انا اشتغل وهشتغل هنا وهنا وهنا يعني فعادي طبعا الناس اللي دخلوا لي القناة وبيسألوني انا بقول لهم اهو يا جماعة انا ستة بسيطة وعمل على قد حالي وبنتي فتحت لي القناة دهيت عشان انا من فترة طويلة اتعرضت لموضوع نظل كان فيه ارشين عندي كنت مشغلاهم وكنت بتمنى ان هم يزيدوا عشان اجيب اي اعمل اي مشروع يعني اعيش منه لان انا ما عنديش اي مصدر دخل ولكن للأسف وقعت في ايد راجل نصب على ناس كتير ومن ضمنهم انا نصب علي من سنتين ونصب على ناس كتير جدا فطبعا ربنا يسامحوا وسامح الجميع ووسع علينا ويرزقنا يا رب احنا وانتم امين يا رب العالمين فجات بنتي قتل يا امي كفاية عليك الشغل وشاء انتي افتح للقناة فلانا فتحها وفلانا بيجي لها وفلانا بيعمل لها وقلت لها ماشي يا حبيب تفتحي القناة فتحت القناة الحمد لله ما ولا الهو ما فيش اي حاج بقى انا سنة ونص على هذا الوضع عدت سنة اشتغل في القناة لسه من شهر اتنين اللي فات القناة اتفعلت اتفعلت يعني حققت الايه الاربع تلاف ساعة وحققت الايه الالف مشترك عشان القناة تتفعل يعني تتفعل يعني نزل عليها اعلانات طيب نزلت علي القناة اعلانات برضو المشاهدات ضعيفة عندي لان طبعا القنوات كتير وعشان انت يعني وهزا اقول يا جماعة بصرف النظر عن كل ده هو رزق هو رزق وشقة برضو ويعني خلاص يعني واحدة اعمل ايه ربنا يوسع علي وعليكم ولكن بشكركم جدا جدا على يعني انا كنت الاول اول ما دخلت القناة والقناة طبعا مش مشية جاني اكتئاب ويعني حسيت ان انا ستفشل وحسيت ان انا ولا اي حاجة وعطت عايته اكتئابت بس طبعا برضو انا مخدتش ولا تعريفة لسه من القناة زي ما بقولكو يعني فعلا والله ما خدت ولا تعريفة من القناة اكيد لو ربنا كرمني اول ناس انتو طبعا احبابي واصحابي وعلى راسي من فوق ربنا يخليكم ليه ميحرمنيش منكم بحبكو جدا جدا واهم من الفلوس انتو والله العظيم تلاتة اهم من الفلوس انتو طبعا تقولولي ليه يعني انت بتقولي ليه كده ايوا ليه انتو اهم من الفلوس لان انتو لما بتخشوا للواحد مش عايزين منه حاجة انتو ما بتاخدوش مني حاجة يعني انتو ما بتاخدوش مني اي حاجة انا اللي باخد منكم باخد منكم حاجات كتير دعواتكم كلمة حلوة دعوة حلوة يكفي ان فيه ناس لما بكون علينا بتسأل عليها والله العظيم تلاتة اهلي اللي هم اهلي ما حد بيسأل عليها وليقولي انت فين والله والله العظيم انا ما باجزب عليكم اهلي اللي هم اهلي ما بيسألوش عليها فتخيلوا ان انتو بقى واحدة زي حالاتي كده ماشي في الستين سنة ربنا سبحانه وتعالى عوض صبرها خير بكم انتو انتو مين انتو الناس الامر اللي فوق دماغي من فوق الهي يستركوا الهي يستركوا في الدنيا والاخرى الهي وسع عليكم يصلح لكم الحال ويهدلكوا ولادكم ويهدلكوا ازواقكم ويصلح حالكم ويعني يا رب كل كلمة حلوة وجميلة تعود لكم في مزان حسناتكم امين يا رب العالمين يا رب يستركوا في الدنيا والاخرى امين يا رب العالمين يا رب ما تحرم منك وتفضلوا منوريني كده انتو على دماغي من فوق بفرح جدا لما بلاقي حد بيكتب لي كلمة حلوة تسلم ايديك ربنا يديك الصحة لما بيعرفوا ان انا عيانة بيدعولي وانت عاملة ايه موفاء وانت مش عارف ايه موفاء دي كفاية عندي بالدنيا انا ماشي في الستين سنة عوز ايه انا مش عايزة غير الستر وربنا يسترها علي ويوعدني بزيرة بيت ربنا بس انا مش عايزة اكتر من كده ولا عايزة فلوس ولا عايزة اي حاجة انا عايزة بس يرضى ربنا علي ويحسن ختاني يعني ياخدني كده ياخدني وانا هو راضي عني ياخدني ويكون اخر عمل بعمله يكون خير انا بشكركم جدا جدا على انتو بتستحملوني بشكركم جدا جدا على كل كلمة حلوة بتقولوها لإلهي يكرمكم يا رب ويستركم يا حبايب قلبي ويا اغلى حاجة عندي بنتي واحفادي وانتو انتو التلاتة اغلى حاجة عندي في الدنيا والله يا جماعة ما بقول اي كلام انا بقول الحقيقة وربنا اللي شاهد ويعلم ان انا بقول الحقيقة لاني يكفيني ان انتو ربنا عوضني بيكو خير في اخر زماني وفي اخر ايامي ربنا عوضني بيكو ان انتو يعني يكفيني ان انتو ما تعرفونيش وبتدعولي يكفيني ان انتو ما تعرفونيش وبتسألوا علي يا اي دي قليلة مش قليلة والله دي حاجة كبيرة جدا جدا عندي والله دي حاجة كبيرة فعلا جدا جدا عندي يا رب يا رب يا رب ولكم بمثل ما بتقولولي الكلام الجميل ده يقعد لكم في مزان حسناتكم انتو النجوم اللي انتو يعني انتو لكم الفضل بعض ربنا سبحانه وتعالى على اي قناة اي قناة سواء ان كانت تهريج او روتين او اكل او اي حاجة انتو الفضل يرجع لكم انتو بعد ربنا سبحانه وتعالى لان من غير ما انتو حد يشاهد الفيديوهات ولا لها اي ايمة ولا لها اي لازمة يعني انتو اللي بتضفونا انتو اللي بتضفو لأي قناة انتو اللي بت يعني زي ما بقول كده يعني بعد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى انتو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا كل شيء بيد الله ولكن انتو الفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم انتو فانتو اللي بتنوروا اي قناة انتو اللي بتضيفوا لأي قناة انتو النجوم النجوم اللي مش مرئية بس دايما بتساعد غيرها والله العظيم تلاتة انتو النجوم اللي هي مش مرئية بس بتساعد الناس فربنا حبايب قلبي يعني يكرمكم ويساعدكم في الدنيا والاخرة وياريت انا اكون عرفت اقولكم اللي انتو كنتوا عايزين تعرفوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته